أكله من قبل الميلاد لا روايح ولا أحلى من هيك شكله كتير حلو وطعمه أحلى بكتير ليه كتير كتير طيبة كشك ألمز من قطيب الأكلات اللي أنا دقتها الخطوة الأولى لحتى نحضر كشك ألمز إنه بيبولة عميقة رح نضيف فيها زبادي وحليب ودقيق نتركه نشوي على جنب لحتى يحصل تفاعل بين الحليب والزبادي مع لدقيق فيعطيني الطعم الحلو تبع الكشك فيكن تقللوا من نسبة الزبادي إذا أنتوا ما بتحبوه كتير في الأكل بس هو بيعطي طعم كتير طيبة رح ضيف لدقيق أنا تقريبا استخدمت 6 معالق كبيرة مليانين من لدقيق وكمان رح استخدم لتر كامل حليب بس رح ضيفه بشكل تدريجي يعني رح ضيف كوبين حليب للخميرة هاي اللي أنا عم حضرها وفيه جزء رح ضيفه بعدين بالطنجرة مباشرة رح أخلطهم كلهم مع بعض لحتى دقيق يدوب تماما مع الزبادي والحليب كشك المصر هو نسخة تقليد من الكشك المصري الصعيدي لأنه هن استبدلوا كرات الكشك اللي بيحضروها الأهالي بالبيوت وبيخزنوها بالرز والنشا أو لدقيق والكشك المصري الصعيدي هي أكل من قبل الميلاد من عصر الملك أحمس وكلمة كشك هي كلمة قبطية معناها كسر الأمح بيصنعوا الكشك سنويا مع دخول الصيف وحصاد الأمح لحتى يكون موجود ببيوت الصعيد طول العام فبيعدوا ينقوا الحصى من الأمح بشكل يدوي بيغسلوه بيسلقوه وبينشروه على الحصي كم يوم بالشمس لحتى يجففوه بعدين بيديفوه للبن الحامد وبيكوروه على شكل عجين وبينشروه فوق الأسطح لحتى يجففوه تماما ويحفظوه عندهم طول السنة بيستخدموه بالأكلات تابعهم وطبعا من زمان انتقلت وصفة الكشك من مصر لبلاد فارس لسوريا لتركيا للشرق الأوسط ووسط أوروبا نرجع لأكلتنا أنا كنتم قطع بصلتين كبار حلوين تقطيعه ناعمة صغيرة رح قليهم بالسمنة وطبعا إذا السمن البلدي بيبقى قطيب بكتير أخدت جزء من هاي البصلة اللي هي نص تسوية في بولة صغيرة على جنب وهي تتكة مني لأني أنا كتير بحب البصل بالأكل وراح ضلني يقلبهم بحتى يتحمصوا معي على نار هادية منعلي النار لحتى ما يحترقوا حالا بعد ما تقلت البصلة بحشيلها على جنب ونرجع لنفس الطنجرة تبعنا رح ضيف معلقة سمنة تانية إذا بتحبوا تستبدلوا السمنة بالزبدة هادا الشي بيرجع لألكون رح ضيف مكعبات دجاج ونا مقطعتهم لقطعة صغيرة وانا استخدمت لصدور بتقدروا تستخدموا فخاد الدجاج اللي هي بتبقى مخلية هاي الطريقة كتير سهلة وبتاخد وقت رح سخن مي لحتى استغل الوقت وانا عم بقالي الدجاج تكون هي غلط هلا لحتبل الدجاج بمعلقة صغيرة بودرة توم بودرة بصل وقالي يون كتير بحب ضيف التوابل مع التقلاية بتعطي ريحة طعم كتير طيبين رشة فلفل أسود وكمان رح حط فصين من المسكة المسكة بتعطي نكهة كتير طيبة للدجاج هتلاقوا هيك بتسيح مع السمنة بالتقليب هتلاقوا هتطلع روايح ولا أحلى من هيك هلا رح ضيف كوب رز طبعا أنا مضعفة الكميات فيكن انتو تاخدوا نص هاي الكمية رح قلي كتير منيح مع قطع الدجاج ولازم نسمع صوت التقلاية تابعه نسمع وهيك انه هو اخد تقلاية محترمة شرب السمنة والتوابل وبعدين ننزل عليه بالماء هلا إذا انتو موجود عنكن مرق الدجاج فيكن ضيفوا مرق الدجاج يمان فيكن تطبخوا باللحمة بدد الدجاج وبيبقى خيار تاني وطعمه كتير كتير طيب هلا الحليب اللي تبقى عندي وتركته على جنب رح ضيفوا عليهم كمان رح زود باقي الحليب تبع اللتر وهيك أنا استخدمت لتر كامل للأكل تبعي على قد ما انتو بتستخدموا لبن دسم هتلاقوا الطعم أحلى يعني استخدموا اللبن البلدي هيبقى طعمه قطيب كتير من اللبن المعلم ضفت رشة ملح وبعدين طبعا بالآخر رح ضوء وشوف إذا محتاج زيادة عن هيك رح ضيف البصل اللي أنا كنت عملتها نص تسوية على الرز لحتى يستو كلهم مع بعض يعني بخلال عشر داي ربع صعب الكتير حنلاقي انه الرز استوى ومجرد الرز يستوي رح ضيف عليها الخميرة اللي أنا كنت تاركتها على جناب تتخمر بس رح أعملها تقليبة شوي بالمضرب لحتى سيتأكد انه ما في شي مرسي تحت بالبولة تبعي وأنا عم حرك رح ضيف الخليط رح ضل حرك بشكل مستمر لحتى القوام عندي يتقل بس لازم القوام ما يكون قوام تقيل لأنه لسه كمان لما نسكبه رح يتقل أكتر حسينا القوام تقل من زود شوية مي أو شوية حليب إذا حسينا أنه خفيف ممكن ندود معلقة دقيق بره بمي باردة ونضيفه على الخليط القوام صار عندي ممتاز جدا رح دوقه وشوف الملح تبعه إذا محتاج إني أنا زود ملح اللا بعد ما استوى رح ضيف جزء من البصل المقلية جوه الكشك نفسه رح يعطيه طعم كتير كتير طيبة كل ما توصينا بالبصل هتبقى نكهة ولا أروع من هيك شايفين كيف قوامه لازم يكون هيك فيه إنسيابية وناعم وبيتحرك بسهولة وبنفس الوقت ما له خفيف ومي هذا القوام الممتاز جدا أحلى شي بهاي الأكلة إنه هي بتتحضر ونحن واقفين وبتتاكل ونحن واقفين من كتر ما هي كتير طيبة أنا فورا سكبت ووزعت للعيلة وطبعا ما ننسى نزينه بالبصل المقلي تمان رح لكم على فكرة كتير حلوة عملتها جنب الأكلة رح تحبوها كتير خليكم معي للآخر وما تنسوا لايك والشير شكله كتير حلو وطعمه أحلب كتير وأنا كتير بحب مع أكلات التغميص أكل هريسة شطة ولا أطيب من هيك ناخدوا شوية هريسة شطة ونروح مغمسينه بالأكلة تبعنا ودوقوا لي على هالطعم الحلو جربوا وقلوا لي رأيكم بالكومنتات وتعالوا لقلكن أنا شو عملت مع هاي الأكلة تاني يوم وطلعت وجبة متكاملة عملت صدور متبلة بالكاري والزعتر أنا كتير بحب هاي النكهة ورشت بابريكا دفتلون قطع بروكلي أنا قطع بروكلي عملتها نص تسوية بالبخار جوه المايكرويف أنا عملتهم جريل في الزبدال الطبيعي هتلاقوا طعمتها كتير كتير طيبة حطيت قطع البروكلي ورح غطي عليهم شان البخار يخليهم كلهم يستووا مع بعض وجبة مشبعة ومغزية وطعمة بياخد العقل عن جد جربوا تعملوا صدور الجريل بالزعتر والكاري حتلاقوا ميكس بين المطبخ الإيطالي والهندي بيعطيكم طعم كتير كتير طيب وكمان الحلو انه هي ما بتاخد وقت ولا اي مجهود بتتحضر بسرعة كتير رح ضيف جرجير فيكم كمان تحطوا خاص فيكم تعملوا سلطة رح سخن الكشك تبعي اللي كان باقي من قبله بيوم وفيكم كمان تعملوا معه مثلا شوية سباكتي او رز ابيض كمان الحلو انه ممكن اضيفوا عليه اي سوس انتو بتحبوا بالاخر سوس باربيكيو او سويت شيلي يعني الموضوع راجع لرغبتكم الشخصية جربوه اللي رأيكم بالكومنتات الاكلة كتير كتير طيبة وطس تحق التجربة اشتركوا في القناة